موسيقى 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 السلام عليكم مرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اليوم إن شاء الله سأقدم لكم طريقة رسم الحواجب بمكونات طبيعية متوفرة في البيت هذه الوصفة ليس فقط ستحضرين بها منتوج أو ستحضرين بها خلطة لرسم الحواجب التي ستدوم عندك مدة أطول بل أيضا ستساعدك على إنبات الفراغات الموجودة في الحواجب وتكتيف شعر الحواجب بسرعة وصفة جد رائعة ومجربة لمعرفة طريقة تحضير هذه الوصفة ما عليكم فقط متابعة الفيديو إلى الآخر ولا تنسوا دعم قناتنا بلايك لهذا الفيديو أيضا نسل جدد اشتركوا في القناة وذلك بالضغط على زر أبني أيضا تفعيل الجرس للتوصل دائما بجديد القناة تعتبر هذه الوصفة الحل النهائي لمشكل الحواجب الفارغة وستساعدك على نمو الشعر بسرعة لن تتخيلها أبدا سنحتاج في هذه الوصفة إلى اللوز فقط هو المكوّل الوحيد الذي سنحتاجه في هذه الوصفة طريقة تحضير الوصفة جد سهلة نقوم باختيار حبات من اللوز تقريبا 20 جرام أو أقل الكيمية تبقى على حسب الكيمية التي ستريدون تحضيرها لأن هذه الخلطة يمكنكم الاحتفاظ بها لمدة طويلة جدا نقوم بأخذ مقلات ونضع بها اللوز حبات اللوز وسنضع المقلات فوق النار إلى غاية ليس أن تتحمر فقط حبات اللوز بل أن تحرق وتصبح سوداء يمكنكم عمل هذه الطريقة يعني وضعها في المقلات والاستمرار في التحريك لغاية أن تحرق بشكل تام كما يمكنكم عمل فريقة تانية وهي أن تقوموا بوضع حبات اللوز مباشرة على عيون الغاز بهذا الشكل إلى غاية أن تحرق سنتركها على نار يعني جيدة كي تحرق بشكل جيد وتصبح سوداء قد صورت لكم جميع مراحل عمل هذه الوصفة بدل استعمال اللوز في هذه الوصفة يمكنكم استعمال القرنفل يعني بنفس الطريقة نقوم بأخذ حبات القرنفل ونضع فوق النار إلى غاية أن تحرق حتى القرنفل لديه فوائد جيدة للحواجب ويعطي نتائج رائعة مثل نتائج اللوز كما تلاحظون يعني حبات اللوز احترقت بالكامل هناك العديد من الوصفات لرسم الحواجب لكن هذه الوصفة تعتبر أنجح وصفة رسم الحواجب بشكل رائع أسود رائع وفي نفس الوقت تعطي إنبات سريع للحواجب يعني يصبح شكل اللوز كما تلاحظون في الفيديو هكذا يمكنكم طحنه باستعمال الخلاط الكهربائي طبيعة الحال سنتركه حتى يبرد بعد ذلك سنقوم بطحنه يمكنكم استعمال كما قلت الخلاط الكهربائي كما يمكنكم يعني الضغط عليه بهذا الشكل إلى غاية أن يصبح يعني مدقوق بشكل جيد ضروري جدا يعني دقه جيدا أيضا يمكنكم بدل استعمال اللوز في هذه الوصفة أو إذ لم يتوفر لديكم اللوز يمكنكم استعمال نواة الثمر ونقوم بتحميسها إلى غاية أن تصبح سوداء يعني بنفس الطريقة ونقوم بدقها بهذا الشكل حتى نواة الثمر تعطي نتائج جيدة هناك أيضا العديد منها الزيوت التي تساعد على نمو الحواجب وتكتيف الحواجب كزيت جوز الهند الذي يساعد على نمو الحواجب بشكل سريع ويقويها عن طريق تقليل من فقدان بروتين في الحواجب أيضا زيت الخروع الوصفات الطبيعية مثل البصل والتوم التي سبق وانقدمتها لكم في فيديو سابق سأتركه لكم في صندوق الوصف بعد أن قمنا بتحن اللوز بشكل جيد الآن سنمر إلى نخله بهذا الشكل للحصول على بودرة ناعمة جدا يمكنكم تحضير كيمية كبيرة من هذا الخليط لأنكم بكل بساطة يمكنكم الاحتفاظ به لمدة طويلة لا يفسد هذا الخليط الذي قمنا بتحضيره بعد الحصول على بودرة ناعمة بهذا الشكل يمكنكم إضافة زيت جوز الهند أو زيت الخروع أو زيت الزيتون أي زيت متوفر يمكنكم إضافته لهذه الوصفة لكن الزيوت الأكثر فعالية هو زيت جوز الهند وزيت الخروع ونقوم بمزج هذه المكونات جيدا كما يمكنكم بدل وضع زيت الزيوت يمكنكم وضع ماء الورد نقوم بالمزج وبعد ذلك يمكنكم حفظوا هذا الخليط في عبوة أو علبة صغيرة والاحتفاظ به نقوم بدهن الحواجب بهذا الخليط يوميا مع إمكانية تكرار هذا الوصفة أكثر من مرة في اليوم ويمكنكم رسم الحواجب بهذا المزيج الذي يعطي لون أسود داكن خصوصا بعد تركه مدة سيصبح أكثر يعني اللون داكن أكثر سأريكم مباشرة على حواجبي سأقوم بتطبيق هذا المزيج على الحواجب وستلاحظون الفرق بين الحواجب العادية والحواجب بعد وضع هذا المزيج هذه الوصفة فعلا جد رائعة وغير مكلفة بالمقارنة مع ذوات التجميل الغالية الثمن التي نقوم بجرائها من أجل رسم الحواجب هذه الوصفة تعطيكم شكل رائع للحواجب وفي نفس الوقت فهي تساعد على إنبات الحواجب وتغذية الحواجب أقدم لكم بعض النصائح التي ستساعدكم على الحفاظ على الحواجب بشكل رائع وعلى نمو أشعر وتكثيف نمو أشعر أول شيء وهو تدليك بصيلات أشعر تحت حاجبيك يوميا باستخدام حركات دائرية في تجاه نمو أشعر ثانيا تقشير الجلد حول حاجبيك مرة واحدة لإزالة خلايا الجلد الميتة وزيادة الدورة الدموية ثالثا فتح كابسولات الفيتامين أ ووضع قطرات بناء الزيت على الحواجب مرتين يوميا تجنب نتف الحواجب تجنب استخدام الكثير من المكياج على الحاجبين وتجنب الضغط على حاجبيك عن طريق تطبيق قلم الحواجب تجنب خدش أو فرق حاجبيك للغاية والحد من التوتر لأنه يمكن أن يبطئ نمو حاجبيك شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة لأي سؤال والسفتار تركوه لي في تعليق سأجيب عليه إن شاء الله مباشرة بعد وضع هذا الفيديو على القناة إلى اللقاء انتظروني فيديو قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر